ازاي الواحد ممكن يلاحظ علامات مبكرة لان هو عنده مشكلة في الكلة سؤال جميل جدا في بعض الاعراض اللي احنا ممكن تخلي الانسان زي محكمة بتقولي ان هو يكتشف بادري او يروح لدكتور الكلة او ان هو يكتشف دكتورك اولها التورم موجود تورم في الجسم زي مثلا تورم في القدمين تورم في الوجه في الايدين اللي يبقى فيه تورم عام في الجسم الجزء التاني انه ممكن يشتكي من قلم في جنبه اي واحدة يشتكي من قلم في الجنبه يروح يكشف عنده دكتور الكلة ممكن حاجة شائعة جدا وجود رغاوي في البول ممكن المريض يصحى الصباح يخش الطايلت يكتشف ان البول فيه رغاوي ساعتها لا لازم يقلق ويستشير طبيب الكلة عشان يشوف هل فيه مشكلة في الكلة ولا لا مش معنى كده ان كل رغاوي انه فيه مشكلة ولكن نستبعد وجود مشاكل في لون البول ممكن يجي لي بعض الحالات يقول لي والله دكتور ان لون البول بتاعي فاتح جدا زي الميا حالات تانية يقول لي مش ده الاحسن مش شرطة احسن هي الفكرة في ايه ان احنا نستبعد وجود مرض اللون البول السبغة بتاعته تتأثر بكمية السويل في الجسم بمعنى شربنا كتير هيبقى السبغة هيتم تخفيفها هينزل البول فاتح وده نلاحظه اكتر في الشتاء الشتاء العرق قليل فبنقدر كمية البول بتبقى كتيرة فبالتالي اللون يبقى فاتح شوية العكس تماما نلاحظه مثلا في الصيام او في الصيف العرق كتير في نسبة جفاف في الجسم فيبقى البول مركز فدركة التركيز تبقى لون البول غامق شوية وجود خلل في اللون مثلا بعض الناس يجيقول لون البول احمر احمر خفيف احمر فاتح احمر غامق لدركة ممكن يجيقول فيه دم في البول كمية البول برضو مشكلة سواء قلت كمية البول في بعض المرضى يجيقول والله انا بدخلش الحمام من المبارح دي مشكلة زيادة كمية البول برضو مشكلة كل ده يعمل مشاكل وانخلينا نستدعي ان احنا نستشير طبيب الكلة وجود بعض الحرقان في البول ان المريض يجيقول البول مفرق مش نازل يخش التويلت ويطلع يقول انا عاوز ادخل تاني كل دي اعراض تخليه حضرتك ان انت تستشير طبيب الكلة ولكن اهم عرض انا على طول بقولها في محاضراتي اهم عرض لمرض الكلة ان ملهاش اعراض لا حاول اولا كوة ملهاش اعراض هي دي المشكلة وهي دي خطورة الكلة ودي اهم رسالة انا بحب انها نطلع بيها النهاردة ان ممكن المريض يصاب بقصور كلوي مزمن ويوصل لمراحل متقدمة في عدم موجود اي اعراض تمامة ودي ابنك تشير فمريض رايح يحلل مثلا رايح يحلل يقدم لوظيفة يطلب منه تحليل يراي كده مسافر يطلب منه تحليل رايح يعمل اشعة بالسبغة يطلب تحليل ويجيلي وبعد التحليل والفحوصات اقول له حضرتك قصور كلوي مزمن من زمان يقول لي ازاي يا دكتور انا ما كانش عندي وجع في جنب يقول له مفيش مشكلة والبول بتاعي ماشي كويس اقول له ممكن هي دي خطورة الكلة ان في المراحل المبكرة ملهاش اي اعراض وهي دي اهمية ان احنا نعمل والفحص الدوري ان احنا نكتشف بدري